أسلحة ذات تكنولوجية متطورة صنعت من طرف مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية صدرها جنود حزب الحرية الكردي قرب مدينة الحويجة شمالي العراق بعد معارك عنيفة هذه الأسلحة المصنعة محليا ابتكرها المقاتلون الأجانب واستخدمت في المنطقة بالنظام التشغيل عن بعد ما يجعلها فتكى وخطيرة كما يقول هذا الضابط في الحزب عثرنا على هذا السلاح خلال إحدى المعارك القريبة من هنا داعش تستخدم هذا السلاح بشكل محكم وبتكتيك عال تماما كالقناص تم وضعه على قاعدة متحركة وهم يتحكمون فيه من مكان بعيد استخدم ككامين ضدنا مقاتل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية اعتمدوا كذلك على الكلاب المدربة لحراسة هذا السلاح لأنه يعتبر من بين الأسلحة العالية الدقة التي يتوفر عليها التنظيم هذه هي أقرب منطقة إلى منطقة الحويجة التي ينتشر فيها تنظيم داعش بشكل كبير وبالتالي هو يعتمد في هذه الفترة بالتحديد كما أفادنا المسؤولون هنا على الكمائن من موقع القوة التابعة لحزب الحرية الكردي محمد شيخ إبراهيم ليورو نيوز